بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب العزاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا لقاء جديد في كتابنا المتميز اللي هو كتاب الميكانيكا وفصلنا السادس اللي هو بعنوان طاقة الوضع وطبعاً حناخدوا الباب هدايا بتروي لأنه يربط ما بينهما بين الباب السابق اللي هو الشغل والطاقة والقدرة ونبيكم يا طلاب العزاز تركزوا كويس لنا باب قوي في العديد من المعلومات ونبدو على بركة الله طبعاً علوان الفصل اللي هو طاقة الوضع على الفكرة طاقة الوضع انتوا خدتوها في أولى تنوي اسمها الطاقة الكامنة الجادبة والطاقة الكامنة المرينة لكن هنه يسمينا في كتابنا الميكانيكا يسمينا طاقة الوضع نبدو البداية احنه عندنا العديد من الأهداف يعني كل باب لازم يكون عندنا أهداف متميزة الهداف هدية هذا الفصل يميز ما بين نوعين من القوة قوة يطلق عليها بالقوة المحافظة والقوة الغير محافظة هناخدوا لأن القوة المحافظة هي مصدر تخزين الطاقة ونعرفوا إن شاء الله لما ناخدوا تعريفها لشن قصد بكلمة مصدر لتخزين الطاقة طلاب العزاز عندما تنتهوا من هذا الفصل من دراسة هذا الفصل لازم يكون عندنا المعلومات الآتية كيف نحسب الشغل المبدول بواسطة قوة تابتة مؤترة على جسم يتحرك في مسار منحني ركزوا كنا الحركة كانت خط مستقيم المرة هذه مسارنا منحني أيضا نعرف الفرق ما بين الكلمتين اللي قلنا عليهم القوتين شين الفرق ما بين كلمة القوة المحافظة والقوة الغير محافظة يبقى حنعرفوا شو المقصود بيهم أيضا في هذا الباب إنه لما أنت تبدل شغل ضد قوة محافظة وحنعرفوا عشان هي ينتج عنه طاقة الوضع يعني الجملة هي بروحة موضوعة معلومة مهمة أيضا نعرف قانون بقاء الطاقة وانتبقوا في حالنا للمسائل أيضا لازم نعرف إنه كلمة الطاقة الكلية اللي هي مجموعة طاقتين الوضع والحركة معا يسموا فيها الطاقة الكلية وأيضا يمكن أن تتغير بواسط شغل مبدول أنها تجعل قوة غير محافظة يعني الطاقة الكلية هي ممكن تتغير لو أنت بدلت عليه الجسم منتاعك قوة غير محافظة طاقة الكلية ستتغير هذه الأساسيات يا طلابي اللي حناخدوها في هذا الفصل حنبدو البداية أول حاجة بنراجعوا شوية من الأول لأننا لازم نربط الموضوع مع بعضه إحنا خدينا في الباب الخامس تعريف الشغل وقلنا إذا كانت القوة تميلة على اتجاه الحركة يبقى القانون يقول لي أن الشغل بيساوي فكوساين تيتا لو إحنا نتذكروا فكوساين تيتا هذا القانون سبقوا نحنا مرة علينا إن قيمة الشغل يودى بليو بيساوي فكوساين تيتا ضد اس فلما درنا هذا تعريف شو نقولنا؟ هو حاصل ضرب القوة يعني من هو هذا الشغل ضرب القوة في المسافة مضروبة في المسافة التي يتحركها الجسم شفتوا هذا التعريف سابق هذا كنا ناخده فيه لما كانت القوة ماذا تميل شوف الرسمة هذه هذه القوة كانت ميلة لما بنحسبوا قيمة الشغل بنقولوا إن القوة هذه لابد من تحليلها إف كوساين تيتا وإف ساين تيتا اللي مع الحركة من هي اللي هي إف كوساين تيتا واللي عمودية عليها اللي هي إف ساين تيتا شو نقولنا إحني؟ قلنا إذا كانت القوة مع تجار الحركة يبقى شغلي حيكون أكبر ما يمكن وإذا كانت عمودية الشغل بيساوي سفر وبالتالي لما بتحسب قيمة الدابل وشغل بتقولي إف كوساين تيتا ضد اس هذا قانون لأن القوة هي التي تميل على تجار الحركة أعتقد هذا أخذناها من الفصل السابق لما لي شن الجديد؟ الجديد؟ المرة هذه حيكون عندي تعبير آخر للشغل الجديد أن الإزاحة هي التي تميل على القوة وليست القوة التي تميل على الإزاحة من دام الإزاحة تميل على القوة يبقى من اللي محتاج لي تحليل القوة وإلا الإزاحة أكيد الإزاحة وبالتالي لما ندير تحليل الإزاحة من النقطة A لغاية النقطة B شن تولي S كوساين تيتا كنا نقوله F كوساين تيتا دولة S كوساين تيتا فأصبح تعبير آخر للشغل يمكن التعبير عنه بطريقة أخرى أن الشغل F ضرب S كوساين تيتا يبقى كان شوية F كوساين تيتا في الأس العكس يبقى من اللي أحتاج لي تحليل هي الإزاحة شفت الفرج إذا كانت القوة تميل يبقى نحلل القوة إذا كانت الإزاحة تميل على القوة يبقى بنحلل الإزاحة فالشكل اللي مرسوم عندنا هذا زي ما كتابنا المدرسيني حاولت نكتب المكتوب في المدرسة الكتاب إن الجسم لما يتحرك من النقطة A اليهادي إلى النقطة B اليهادي تحرك من النقطة A إلى النقطة هدي تحت تأثير قوة F اللي هو كاتب آلي أنت في الحالة هدي F كوساين تيتا هي F كوساين تيتا تكون المسافة A K المسافة من النقطة A K هي مش S لا S كوساين تيتا وهي الإزاحة في اتجاه القوة شفت الفرج في التعريف كنا نقوله القوة في اتجاه الإزاحة لو لا الإزاحة في اتجاه القوة يبقى شفتوا إن الشغل ممكن يتغير حسب الاتجاهات فالقاعدة تقول كده تحرك الجسم مسافة فإن الشغل المبدول التعريفي واللي حاصل ضرب القوة في المسافة التي يتحركها الجسم ليش في اتجاه الحركة زي ما كنا نقوله في الفصل الخامس لا نقوله في اتجاه القوة شفت الفارق يبقى المرة هادي الإزاحة هي التي ستحلل هذا اللي هو التعريف الجديد للشغل هادي يسمو فيه بالضرب العددي أعتقد الضرب العددي اللي كمياتين متجهتين اتفقنا فيها من المرة لفاتت إنه لما تضرب كمياتين متجهتين تنتج كمية قياسية اللي هو الشغل يعني إنت ضربت الاف كمية متجهة والإزاحة كمية متجهة ضربتهم في بعضهم طلع لك الشغل كمية قياسية وهذا أعتقد أخدنا باستفادة في الفصل السابق وقلت لكم إنه هما لما يكتبوه ما يكتبوهش كروس يكتبوه في ضط يسموه فيه ضط برودكت أو الضرب القياسي به العنوان طاقة الوضع نجوه لي فكرة تانية قبل شوي رسمة كان الخط اللي يتحرك فيه خط مستقيم به المرة هادي كيف الخط متاعي الخط متاعي مش مستقيم لا الجسم لما يتحرك على مسار منحني تعا واحد ماشي يراكب الجبل لغريان تلاحظوا أنه طريق غريان مائلة كلها فيها ميلان انحناءات يبقى لما يقولك لحسب شغل الشخص اللي يركب لي يقولك نرقى لجبل نرقى لجبل يعني بيمشي للإزاحات اللي هو الطرق الملتوية شوفوا هني هادي الإزاحة تلاحظوا أنه هي الإزاحة مسار منحني من A إلى B من B إلى C من C إلى D عادة في الرياضيات حتى يكون عندك مسار منحني يتخذ للمماس المماس لكل نقطة فطبعا A K هي مماس لل A B و K L هي مماس لل B C وهالهم مجرد بح في الحالة هذه قالك قسم المسار المنحني إلى أجزاء صغيرة قسمناها إلى أجزاء صغيرة والتي يمكن اعتبارها كخطوط مستقيمة قصد خصوط مستقيمة لاني كنت أدريلها في الحقيقة المماسات متاحها يعني A K هي مماس لل A B زي ما اتفقنا بل ما بتحسب الشغل طوش بتقول الشغل قانونة تابت حاصل ضرب القوة في الإزاحة بح القوة تابتة اللي هي من الماشي بها الجسم هذا اتجاه ال F اللي هي القوة بح نجيل النقطة من A إلى غاية K هذه الإزاحة لو لا بل ما بنحسب الشغل من النقطة هذه النقطة هذه شو بنقول F مضروبة في A K بح بح بعدين F مرة تانية مضروبة في K L بح زايد F في L L شفتوا شاني هادي F A K زايد F K L زايد وهكذا يبقى تقدر تاخد ال F عام المشترك وتضربها في الإزاحات A K K L المهال ومجر يبقى هذه القاعدة معناتها بمساطة جدا إن شاء الله تمشي لعشرين مسار منحني الشغل حاصل ضرب القوة في الإزاحة بدون نقاش فإذا تحرك الجسم في مسار منحني هذه القاعدة تحت تأثير قوة تابتة مقدارها F فإن الشغل المبدول بواسطة القوة حاصل ضرب القوة في اتجاه القوة ما تناقشش خلاص الشغل حاصل ضرب القوة في المسافة في اتجاه القوة مهما كانت المسارات متعكس وكان خط مستقيم والله مسار منحني يبقى هذه الخطوة الجديدة أو المعلومة الجديدة على الشغل يبقى عرفنا توا الشغل يأما انحلل القوة إذا كانت مائلة يأما انحلل الإزاحة إذا كانت مائلة وحسب ما عندي نعم حركة في الأخير إن القانون العام للشغل هو القوة في الإزاحة والإزاحة حلل انت شن عندك من المسافة بح تعالوا توا نديروا مفهوم لكلمة طاقة الوضع شنية طاقة الوضع طاقة الوضع أنا سنرسم رسمه ولي بيكم تركزوا معي كويس كويس خيلوا اني عندي سطح وعندي كرة عندي كرة هذه الكرة الكرة هادي بندلينها عملية قدف رأسية لأعلى بندلينها عملية قدف رأسية لأعلى بح أنا لما قدفت لأعلى يعني لأيش اندرت في الحقيقة بدلت شغل بدلت عملية بذل شغل باي الشغل اللي بدلتها هدايا هل مع الجاذبية والله عكس الجاذبية أكيد مع عكس الجاذبية عليش خلقوا الإشارة هادية نعتبروا أن هذا الشغل اللي هو احني اتجاه الدفع اللي درناه اتجاه لأعلى بدلنا الشغل لأعلى و احني نعرف أن الوزن والاتجاه دائما وابدا نتجاه لأسفل يعني احني الجسم قدفناه ضد شكول ضد الجاذبية ضد حركة الجاذبية باي السؤال لما أنا بدلت شغل الشغل اللي بدلتها هدايا وين يمشي آه هي هذه النقطة الشغل اللي بدلتها اكتسبات الكورة هادي وخزنات عندها كطاقة اللي يسمعها طاقة كامنة اللي يحنين قلونها توا طاقة وضع فالكورة لما وصلت لأعلى نقطة في المسار أعلى مكان وصلت للكورة مثلا يعني في الحالة هادية الشغل اللي بدلتها هو وين قالي تخزن باي وين تخزن تخزن عندها على شكل ماذا على شكل EP اللي هي طاقة وضع بح الشغل انت تعرفه W يبقى EP باي ممتاز يبقى إيدا نقدر نقولك لما نديلك تعريف طاقة الوضع شو بتقولي بتقولي الطاقة الوضع نتجت عن شغل مبدول ضد قوة الجاذبية الارضية يبقى طاقة الوضع هي الطاقة التي امتلكها الجسم نتيجة لوضعه شو معنى وضع يعني ركز على ارتفاعه عن سطح الارض انت تقدف جسم لأعلى ضد الجاذبية الشغل اللي بدلته خزن هالجسم على شكل طاقة وضع اذا تعريف طاقة الوضع بسيط جدا هي الطاقة التي امتلكها الجسم نتيجة لوضعه معنى وضع يعني ركز على الكلمة ارتفاعه عن سطح الارض هذه تعريف طاقة الوضع اذا هي الطاقة التي امتلكها الجسم بيمتلكها الجسم نتيجة من نتيجة لوضعه شا قصدك بوضعه نتيجة لارتفاعه عن سطح الارض هذه الجملة مش مهمة فوق المهمة لحل للمسائل معناتها اي جسم يا طلاب الاعزاء يرتفع عن سطح الارض يكتسب طاقة وضع اي جسم موجود على سطح الارض طاقة وضعه سفر يبقى اي جسم بدلت على شغل الشغل خزنه على شكل طاقة وضع كنا نقول طاقة كامنة مرينة يبقى هذه طاقة كامنة جادبة في الحقيقة واسم مرينة جادبة عن طريق الجادبية الارض نقدر نديل تعريف اخر لطاقة الوضع او هي الشغل المبدول هي الشغل المبدول في كلمة مهمة ضد يعني لازم يكون شغلك ضد من قوة الجادبية مش مع قوة الجادبية الارضية ينتج عنه طاقة وضع عندك تعريفين لطاقة الوضع يا طلاب عندكم تعريفين ركزوا عليهم يا اما نقول الكياب طاقة التي تمتلكها الجسم نتيج لوضع ه شغل معنى وضع يعني نتيج لارتفاع عن سطح الارض او الشغل المبدول ضد قوة الجادبية هدو ما يتعريفين مهمات جدا كتعريف انشاء بح درنا مفهوم لطاقة الوضع هل عندها عوامل تؤثر فيها زي ما كان طاقة الحركة هل يا طلابي من يتذكر طاقة الحركة طاقة الحركة كان عندها عاملين كتلة الجسم والسرعة التي يتحرك بها وكانت الكتلة تتناسب ترضي وطاقة الحركة تتناسب ترضي مع مربع السرعة بين ما لا العوامل تقف على طاقة الوضع شان هي وردو طاقة الكتلة أهم حاجة كتلة الجسم كلما زادت كتلة الجسم زادت الشغل المبدول عليها يعني لو عندي كورتين واحدة صغيرة واحدة كبيرة وبدلت عليهم شغل القدف لأعلى من اللي يبي شغل أكثر أكيد اللي كتلت أكثر أكيد اللي كتلت أكثر يبي شغل أكثر إذا أول عامل العلاقة العلاقة طردية ما بين E B و M يبقى شنو على العلاقة العلاقة طردية كويس بهي هذا العامل الأول فسأل وجي يجل لك سؤال في الامتحان إذا تضاعفت كتلة الجسم المقدوف إلى أعلى فإن طاقة وضعه بنقول تتضاعف بهي إذا قلت كتلة الجسم المقدوف إلى الربع فإن طاقة وضعه تقل إلى الربع بنفس القدر يبقى العامل الأول كان الكتلة بين العامل الثاني آه الارتفاع بشي قلنا إحنا قبل شوية إن الجسم بش يكتسب طاقة وضع لابد من أن نقدفه ضد الجاذبية يعني لازم ما يرتفع لأعلى ما عنده حل ثاني يبقى حيكون عنده ارتفاع اتش يبقى كلما ارتفع الجسم إلى أعلى كلما خزن طاقة كلما زاد ارتفاع الجسم عن صف الأرض زادت زاد زادت طاقة وضعه إذن اي بي تتناسب طردية مع ماذا مع الاتش اللي هو الارتفاع بل لو شي قال لي إذا ارتفع الجسم إلى ضعف الارتفاع الأصلي فكم تكون طاقة وضعه بنقول تتضاعف بيقل ارتفاعه إلى نصف الارتفاع الكل بنقول تقل العلاقة طردية باي لما درنا تول عاملين فالرياضيات يقول لما تجي يدي العاملين بدي القانونك شنو القانون قانون حساب الطاقة على وهي طاقة من طاقة الوضع يا طلابي من يقول طاقة الحركة شن كانت ال اي كي شن كانت اي كي من يتذكر ها ننتظر 1 نص M V تربيع هادي من هي طاقة الحركة باي طاقة الوضع M G H واحد يقول اي او انت كتبتي G هنا خير من ارتهاش من ضمن العوامل شن قلنا على G طلابي شن قلنا علي عجلة الجاذبية الارضية عجلة الجاذبية الارضية تابتة وهذا الرقم الوحيد اللي ينبشر كم بي حطوه لكم في ورقة الامتحال فوق اعتبر عجلة الجاذبية عشرة متر على سكن تربيع هادي الهدية الوحيدة اللي بيحط ها لكم في الامتحال تلقوها تستفتحوا بها في ورقة الامتحال لانها تابتة مليهاش علاقة لا بالكتلة ولا بالارتفاع اركب انزل زاد انقص سمن ضعف مليش علاقة يبقى ايدا القانون للطاقة الوضع MGH يبقى العاملين هي الكتلة والارتفاع بح من دا ما عرفنا العوامل ما زال عندنا وحدات القياس بح وحدة قياس طاقة الوضع شن هي طاقة الوضع ينجول ما ينجب نها شو قلنا على تعريف الطاقة قلنا هي المقدرة على بدل شغل بح شن وحدة قياس الشغل يا طلابي هي الجول يبقى حرارية وجول بدون نقاش طاقة وضع احدى انواع الطاقة بالجول بقى الجول هدايا فيه وحدات تعادلة اي نعم الجول نيوتن متر كيلو جرام متر تربيع ساكن دوسلاق ستنين ترمين جيف قلت يبقى انت توقع قبل شوية قلت الاب هي MGH ممتاز MGH ممتاز مهي هادي الوزن الوزن والH مايحطه ترى وحدات القياس يبقى جول نيوتن متر يبقى هادي الاولى هادي منين جت جت من الاولى هو اللي فوق الكيلو جرام جل وحدة قياس العجلة متر على ساكن تربيع بقى والارتفاع برضو متر الرياضيات تقول الكيلو جرام تبقى مكانها متر في متر بمتر تربيع ساكن اصناق يبقى هادي من جت الجزء الثاني شفتو كيف طلابي الحفظ مايجيبش نتيجة الفاه مايجيب نتيجة شفتو كيف امين حطيت ديما يا طلابي ننبهكم النقطة هادي اصعب حاجة في قصة امتحان هي وحدات القياس لكن بدكائي اني كطالب تلوي انت حطيتني وحدات قياس عليه موضوع معين لمشي نحط قوانين زي ما رحطون كتبت القوانين وركبت كل وحدة شل وحدة قياس ها وطلعت بنتيجة مئة مئة يبقى هادي وحدة القياس من نجت به الجول هيا طلابي هل هي وحدة مناسبة نا مرات عندي وحدات كبيرة شوية شون يا الكبيرة الميجا والكيلو الكيلو جول عشرة وستلاتة الميجا جول هادي كيلو جول وهادي ميجا جول امكبة الميجا وليست مايكرو ميجا كبيرة عشرة وستة جول اني عشي ديما نحط فيهم هادي ما يا لان في الاسئلة متاع المسائل ديما يستعين بالبادئة الكيلو يستعين ببادئة الميجا يعني مرات الحل لما يلقى الوضع هل هما الطالبة فاهمين البوادي ولا لا هادي تعتبر مفاهيم يبقى الكيلو لو جيف المسألة عشرة سنوات ينحا يحط كيلو لو جيف فيها عشرة وستة يحط ميجا هادي هي الفكرة والمفروض ان تكون خلاص حافظينها يبقى وحدة قياسة في النظام الدولي هادي مشتقات هادي وحدات اكبر من الجول موضوع آخر شفتوا كيف موضوع الباب هداي الشيق بين العلاقة بين طاقة الوضع والحركة هادي مش مهمة هادي تعرفوا تديرولها سبن ستار عشرة والسبعة بالأسس يعني فوق الميجا عشرة ميجا علش مهمة لان نراه الاسئلة تتراوح عليها وقوية شوية لكن احنا لو فهمنا الفكرة سنجيبوها ترى شن هي عندي جسم موضوع الارض هي سؤالي ساكن هل عنده طاقة شي لا طاقة وضع ولا حركة باهي درت لاني عملية قدف يعني شن اكسبت في الحقيقة اكسبت يو شن هي يو يا طلابي هي السرعة الابتدائية بل لما اكسبت سرعة شن اكتسب اكتسب طاقة حركة واكبر ما يمكن لماذا لان السرعة اللي قدفت بها هي اكبر قيمة هذه الـ يبقى لحظة القدف الـ اكبر ما يمكن ممتاز بأموال الـ 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 سفر لماذا قلت سفر يا طلابي لان الـ ما تمدع لعاملين الكتلة والكتلة تاب والارتفاع وما فيش ارتفاع يعني الـ ساوي ممتاز يبقى يتوى أول ما نبدأ عند قدف جسم رأسيا لحظة قدف لحظة قدف جسم رأسيا اللي اعلى فإن طاقة وضعه تساوي اقصى ما يمكن يقول لا خطأ لماذا لان ما عنده ارتفاع بطاقة حركته اقل ما يمكن خطأ اكبر ما يمكن لان اكبر سرعة ارتفاع هذه الاسئلة الفنية يا تالت علمي ما هي رأكم هو صعد في قيمة تزداد وفي قيمة تقل اي كي ستقل وال اي بي ستزداد ترامل يقول لي علاش يستنى شوية بل اي كي شو القانون ها نص ام في تربيع به النص ام في تربيع هادي تاب بي هادي بنقول هادي ام هادي ام والج والإتش الام والج مليمش علاقة والنص والم مليمش علاقة القصة بين مين ومين القصة بين الV والارتفاع السؤال يا طلابي الأعزاء ال-E B لما هو يركب زادت لماذا؟ لأن الارتفاع عن الارض زاد ممتاز بل كي عن قلت مش تعرف انتو في الباب التاني تحديدا الحركة الرأسية على فكرة تلاحظو ان هذه الحركة معتملة رأسية في الباب التاني اذا قدف جسم رأسيا الى اعلى فان سرعته تقل تدريجيا طالما سرعته قلت يبقى حتى طاقة حركته قلت اذا اول ما قدفت الجسم اعطيت سرعة ابتدائية اصبحت لديه طاقة حركة اكبر ما يمكن بينما طاقة وضعه تساوي السفر لانه ما عنده ارتفاع اثناء الصعود عندما يصعد الجسم طاقة حركته تقل وطاقة وضعه تزداد لماذا لانا اثناء الصعود سرعة قلت والاك ما اعتمد عليها يبقى الاك قلت بينما الاك ما اعتمد على الارتفاع والارتفاع زاد يبقى هذا باش الاك قلت والاك زادت بس نبقى النقص الذي حدث في الاك يمشي للاك لحطه من البداية كان الاك سفر بكر ما فيش واك اكبر يمكن نقصة الاك زاد الاك ممتاز عند اقصر ارتفاع ركزوا على الكلمة هذه اقصر ارتفاع عند اقصر ارتفاع الاك انعدمت لماذا لان لان في الحقيقة الفي ولد سفر له الاك اكبر ما يمكن لان الاتش اكبر ما يمكن يعرفته توا اذا قدف جسم رأسيا اللي اعلى نحضة قد فيه الاك اكبر ما يمكن الاك سفر اثناء الصعود الاك تقل الاك تزداد واحدة تزيد سرعتها تقل سرعتها والتانية تزيد ارتفاعها اقصر ارتفاع الاك انعدمت طلابي الحركة لأسفل عكس هذه تماما تماما الاك جاعدة سفر لحظة الانطلاق والاك اكبر ويمكن لان ارتفاع كبير بأثناء الهبوط ماذا سيزداد حتى ازداد الاك لماذا لان في تزداد ممتاز لان شمال اقل الاك لان الاك ما اعتمد على الارتفاع شان قصد بالارتفاع نقول لكم عاودوا في فرق ما بين المسافة والارتفاع المسافة اللي ينزلها اسمها مسافة لكن الارتفاع هي بعد الجسم عن الارض الارتفاع بعد الجسم عن المستوى او الارض اللي هو قدفة منها او النقطة اللي قدفة منها من دام بعدها بدأ ينقص شوية شوية حتى الابي بدت تنقص ركزوا الفرق كبير بين الحالتين اثناء الصعود الارتفاع زاد السرعة قلت في الهبوط العكس الابي تقلي ان الارتفاع بدأ ينقص لان بدأ تقترب من الارض بينما السرعة زادت يبقى الابي تزداد نحدط الوصول للارض لم يكن عدمت معاش في اتش الابي اكبر ممكن لان السرعة اكبر ما يمكن طلاب يرون مهمة مهمة جدا جدا ركزوا ركزوا الحركة الاعلى عكس الحركة الاسفل اعتمدوا علي حاجتين بس لبكم تفهموها ان الابي ما اعتمد على الاتش والاك ما اعتمد على السرعة وانتو لازم تفهموا اثناء الحركة صعودا وهبوطا من اللي بيزيد ومن اللي بيقل الله بيركزوا عليها نعاود نقول لكم عن النقطة هذه مهمة جدا جدا ممتاز ناخدوا العلاقة بين طاقة الحركة وطاقة الوضع المرة هذه في بندول البندول انتو تعرفوا البندول قصدا قدتو في الفصل الاول انه عبارة عن خيط مربوط به كرة زي بندول الساعة وهذه لحظة بداية انطلاقة هذا البندول عنده خيط عنده سلك ينتهي بكرة ليا سنفال هذه ودرت لها عملية جدر ودرت لها عملية سحب بي لما سحبتها وين ولت في امكانها جديد ولتك يبقى لما سحبتها اصبحت مرتفعة عن الارض في اتش به وكنت ماسكتها كم الاب هنا اكبر ما يمكن لماذا للا اقصر ارتفاع بي ما لال الاب ك قداش بنقول الاب اكبر في الحقيقة سفر لان جاعدة ماسكتها ما عندها سرعة الجسم تابت يعني الام تابت نفس الام يبقى نقول مرة تانية الاب بي اللي طاقة الوضع تعتمد على الارتفاع لجسم واحد والاك ما تمد على السرعة شدتها عندها لقطة عندها ارتفاع عندها اي بي ما فيش سرعة يبقى ما يوطلقتها افرضوا ان الكرة متاعنا هادي وسط هنا في الامكان هدايا شن ال اي كي وشن ال اي بي وضحهم نقول لك ال اي كي تزداد لماذا لانا اصبحت لديها سرعة تزداد بي ما ال اي بي شم نقول لك تقل لماذا لان ال اتش والا اقل ال اتش ارتفعت كانت مرتفعة اكتر والا اقل لحظة رجوحها لنقطة السكون اللي كانت عليها اصلا شن وضع ال اي كي وشن وضع ال اي بي نقول الوضع ال اي كي اكبر ما يمكن لماذا لانا اكبر سرعة ما لال اي بي بي نقول لانا ما عاش فيه ارتفاع بي نعرف البندول دهابا واي اي با لما يوصل هكي تصير لنفس القصة بيوصل لأقصى نقطة لي رجعت العملية زي ما كانت يبجي لحطي يا طلابي الاعزاء ان ال اي كي ما اعتمد على السرعة وال اي بي ما اعتمد عليه الارتفاع هدي قاعدة وبالتالي هناخذ الخلاصة اللي قلتها عندما يكون البندول في اقصى ارتفاع اقصى ارتفاع فان طاقة وضعه اكبر ما يمكن بينما طاقة حركته سفر هدي واحدة اثنين عندما يتحرك البندول الاسفل الحركته هبوطا طاقة وضعه تقل بينما طاقة حركته تزداد المعلومة الاخيرة عندما يصبح البندول عاموديا عندما موضع سكونة طاقة وضعه انعدمت يعني ولد سفر وطاقة حركته اكبر ما يمكن يبقى هادي موضوع البندول نقطة اثنين ثلاثة احدى هادي نقاط موضع السؤال في الامتحام ويسكي يا طلابي ركزوا عليه البندول هو واللي سابق اني استعملت الحالتين استعملت الحالة الاولى اللي هي حالة الحركة الرأسية اهي هادي كانت حركتي رأسية صعودا وهبوطا وركزوا على نقاط مهمة في الصعود وفي الهبوط نعاود نقول مهم جدا جدا و ماذا يحدث لكل من ال-EB وال-EK يعني لو انتم ربطين موضوع الباب التالت اللي هو الحركة الرأسية تعفن الجسم المقلوف رأسيا سرعة تتقل اثناء الصعود وسرعة تزداد عند الهبوط تقدروا تقيم ال-EK وال-EB شنه والحركة اللي هي ما بين البندول موضوع البندول اتفقنا اننا عندها ثلاثة نقاط مهمة وهادي موضوع البندول ولنا لقاء بإذن الله في الحصدنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته